بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين الحلقة الثالثة والأربعون بعد المئة الثانية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بإخبراتكم أيها الأخوة والأخوات إلى لقاء مبارك في برنامج يومي على الدرب بيث هذا اللقاع هو قبيلة الشيخ الصالح بن فوزان الفوزان أضعوا هياته كبار العلماء وأضعوا المجنة الدائمة للإحساء أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاع لياكم الله وبركاته نبدأ برسالة السائل حاجين يقول امرأة ماتت وهي كبيرة في السن ولم تنجب ولها أقارب من بعيد مثل أبناء العلومة وغيرهم ونبهما أجبرها في آخر حياتها على أن توصي له بوصية من مالها ففعلت نالك مكرعة فهل تحل هذه الوصية وهل هي نافدة أم لا ثم أيضا فضيلة الشيخ أن هذه المرأة أوقفت بعضا من من ذالعها الأخرى للتضييق على الورثة وذلك بتحيض من أحدهم فما حكم هذا الوقت وهل يجوز نقرب النزرع إلى أخرى وثقكم الله صهده الرحمن الرحيم حمد لله رب العالمين والله وسلم على مبينا محمد وعلى آله وأصحابه مجمعين فما بعد فنمر في الوصايا والأوقاع مكتصاص المحاكم الشرعية إذا كان عندهم مشكال بهذه الأوقاع وهذه الوصية للغاجر المحكمة الشرعية ولكن على سبيل العموم فالوصية لا تصح لأكثر من الثلث ولا تصح لوارث بشيء لا تصح لأكثر من الثلث هذا الحد الأعلى وكل ما قلت فواحس ولا تصح لوارث لأن الوارث أعطاه الله مصيباً إلى الميراث فلا يزاد عليه بالوصية وأما الوقف الوقف اشترت فيه أن يكون على بر لا يكون وقت جنف وحيف قال تعالى فمن خاف من موصي ينفاً ورثماً أصلح بينه فلعث عنه من الله غفور رشيد الجنف في الوقف وأن ينصي جنف في الوقف هو أن ينصي به على غير سبيل بر أو ينصي به للأبرار يوقف للأبرار وورجه أو بأسحاب الدين أو أسحاب الحقوق قال ليس من يتقن الله في هذه الأمور وأن لا يحيف في وصيته وأن لا يجنف في وقفه بل يتحرى لذلك وزه الشرعي ويستشير أهل العلم عندما يريد ويوقف أو عندما يريد أن يوصي استشير أهل العلم هذه سائلة تقول بأن امرأة حامل وقد أفذتها الطبيبة بأن القفل سيولد متخلص والسؤالها تقول الشيخ صالح هل نجوزي أن أدعو الله بالخيرة يعني أن أقول إن كان في حياتي خيرا لي وله فأسأل الله له الحياة وإن كان عكس ذلك فأسأل الله أن يكتب لي ما يعبه ويرضع هل هذا يكبر اعتراع على القضاء والقدر هل لا أفيدون يا قبيلة الشريف لماذا أدعو؟ نعم الدعاء إبادة هو أمر مطلوب في هذا وفي غيره فإذا قالت اللهم إن كان في بقاء هذا المرود خيرا له ولي العاجل ولازل أكتب له الشيات وإن كان في بقائه ضرر عليه وعلى غيره فإنك تختار له ما تشاء هذا تفوض له عز وجل هذا من باب التفوض لله عز وجل وهذا شيء طيب ودعاء لشروع نعم جزاكم الله خيرا هذه الأخت من شقاء التي رمج فيها بألف سين عين تقول هام جدا وأرجو قراء ذلك كاملا على الشيخ سعلا تقول الشيخ أنا مشكلة منذ سنوات بأنني لا أنوي في الوضوء والصلاة فأنا الآن أعيد الوضوء والصلاة أكثر من ثلاث مرات وخصوصا في التكهير والرقوع هل هذا أخير بصلاتي وهل صلاة ما تقبل على السياء الأوفق على الله أن تتجنب الوساوس والشكوك والأوهام لأنها من الشيطان يسغلها عن دينها فعليها أن تجزم وتعزم على أداء العبادة بقلبها وتباشر العبادة دون نظر إلى الوساوس والأوهام المعتربة فإنها من الشيطان فإنها فلتها وتركتها واستمرت في عملها فإنها فإنهم يبتعد عنها الشيطان معاستعادة قلنا من الشيطان في أول الصلاة والتصمية عند مداية وضوء ينحف بسم الله فعليها أنها تعزم على أداء العبادة بقلبها وتباشر العبادة ولا تتردد وهي إذا قامت للصلاة فقد نوت وإذا جلست الورو وأصبرت فقد نوت نوت الورو الفنية فين خلوها القلب ويصدقها العمل والتحرك نصد حاجة إلى أنها تتعدد هالجوة أو معلوة مجرد قياها للصلاة هانمية مجرد جلوس ومجرد ومجرد والماء جنونية أحسن الله إليكم الأخت فتاة الإسلام أرسلت هذا السؤال مطبوع تقول نحن على ميش الصالح بأن الصلاة أول ما يسأل عنها بعد يوم القيامة وأهم شيء في الصلاة الخشوة التي نتلذل بها كما أداها الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام والسؤال أنا تذكر بأنها فتاة تبلغ من الأمر العشرين سنة ولا يأتيها الخشوع في الصلاة الذي تقول أنسى به هموم الدنيا ومشاغل الحياة اليومية إلا إذا قرأت بصوت مرتل أسمعه ويسمعه من في جاربي ولكنه متوسط وهذا الفعل أفعله في جميع الصلاوات المكتوبة الجهرية منها والسرية فما رأي الشرقين باريكم السؤال ناعم الخشوع في الصلاة هو روح مطلوب وهو روح الصلاة قال تعالى قد أفرح المؤمنين الذين هم في صلاة يمخاشعون والخشوع من الله عز وجل يمنخه للعبد وله أسباب أولها استخدار عظمة الله عز وجل الذي هو واقف بين يديه بالصلاة وإذا استخدار عظمة من هو واقف بين يديه ومن يناجي فإن ذلك يكسبه في الخشوع إما إذا غفل فإنه مصرح في أمور الدنيا ولا يشعر بصلاة وكذلك من أسباب الخشوع يدخل فيه هو فارغ البارد ليس منشغلا بشي لذلك لها صلى الله عليه وسلم عن الصلاة هو المدافع والأخبزان الغر والغارض ولها عن الصلاة محظة طعام ستأخذ من منهمته ونهل عن الصلاة في مرطن الخار شديد شرار البارد شديد الورودة يأتي أن يطنعني المسلمين في صلاته نقل من المشروشات ومهلا وصلي إلى أقبل إلى الصلاة وجاء وصلي مع الجماعة هي عن العجلة وعن العدو والسرعة في المشي ورسول الله عليه وسلم ما سمعتم بيطانا فانشور عليكم السكين وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتيكم في رواية فقلوا كل هذه أسباب تجهب الخشوع وتبعد عن الخواطر والأفكار والشواري فأنا المسلمين يفعلوا الأسباب التي تجرب الخشوع وبإذن الله هو إذا فعل الأسباب فإن المسلم سيحصل أو الخشوع بإذنهم ينزل وجد هذا سيكون الذين مشكلة معنا من مسجدنا في الحي هو لا يحلون القرآن إلا آيات قليلة ولنا ما يقارب من ست سنوات ويحيد هذه الآيات وهذه السور مع أن المسجد فيه جماعة كبيرة ولله أيضا نشكر فضيلة الشيخ الصالح من الميكروفونات داخل المسجد بصوت مزعي جدا لستغفر الله من هذا الكلام وذلك الصدق الذي نانش بسبب وقد سبق وقد نغن هذا الأخ بالكعاد عن الميكروفون قليلا لأننا نريد النقش معه ولكنه مصر وقد أصابنا مسألة وهو عناد بيننا وبينكم نريد لكم نريد أن يتقي الله عز وجل وأن لا يشاق المأمونين وأن لا يضارهم وأن لا يأخذ بأفكاره الخاصة به ولا يلتفت إلى ملاحظاته فما ذكره السائل من أنه يرفع صوت يتبر الصوت أو يجعل الصداء فما لا شك أنه من الإغراف ومن المشقة على المستمعين فعليه أن يقصر الصوت في قدر ما يسمع من خلفه ومن بداخل المسجد بدون إزعاج لأن رفع الصوت أكثر من الحاجب يخل بالعبادة ويضر بالخشوع ويشغل المصلين والأذيهم فعلى هذا الإمام على غيره يتقل الله لمسألة رفع الصوت أكثر من الحاجب في مكبر الصوت أو في جعل الصداء زيادة على مكبر الصوت فإن هذا من المغالات ومن المباهات ولا حاجة إليه وكذلك من ناحية شهد شهد القرآن على الإمام من يستهد في شهد القرآن ولو على الأقل يحفظ المفصل يحفظ المفصل وهو أربعة أجزة أو خمسة أجزة من آخر القرآن وأن يقرأ منه في الصلوات الخمس ولا مانع أن يقرأ من النصف في التعويش أو في التعجد لما في فريضة فيحفظ إن آخر القرآن من الصور القصيرة والمتوسطة لا يقرأه في صلاة ولا يبقى على آيات معينة أو صور معينة يرددها لأنها ليوم لأ المهمين ما لها من الصفد في شهد أن يفصل أو بشهد بعضه بحيث يكون عنده رصيد من الصور إحفظها ويقرأ منها ويقصر على صور المعين يرددها لسلواته في المهمين وإذا كان يعجز عن هذا عليه أن يتخلى عن الإمامة لأنه أحسن منه ولا يبقى في ولا يبقى في خلاف مع المهمومين مما يحدث بينهم سوء التفاهم ويحدث العجاوة الإمام لا نعكش عنده أن يؤدف المهمومين ما نصلح ما بينهم ونصلح بينهم وبينه لأنه قدوة وإمام فلا يكون من خاجة برعجي وإفكائي ولا ينظر إلى ما يقترحه المهمومون لما هو من مصلحة العبادة ليس مما يخالف العبادة نعم أحسن الله رحيكم مباركة فيكم هذا الساء من أخت من سين من الرياض تقول هم مرور الطفل أمان المرأة أو أمان المسلم يرضى الصلاة وما الذي يقطع صلاة المسلمين ضرور الطفل لا يقطع صلاة المسلمين سواء كان ذكرا أو ذلك لأن الأطفال لا ينضبطون فقد كان يشسن حسين رب الله عنه وما يأتي يعني إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ومصلي فيركبان على مهره وساجد في السعادة والسلام فالأطفال لا ينضبطون ولا يؤثر ضرورهم عندين يدي المصلين إنما الكبار هم الذين يحبون